الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعده فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيط طيب المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأنزي أهلا وسهلا بك حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وكل لقاء وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح مستمعين في كل مكان لا زال حديث الشيخ جزاء الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركة صلاة الكلمة الحسنى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فما زلنا مع أسماء الله الحسنى نتأمل فيها ونتدبر ونتفكر وإن من أهم ما ينبغي للمسلم في تعامله مع أسماء الله الحسنى أن يعلم أقسام أسماء الله الحسنى باعتبار ذات الله عز وجل ولذلك ربنا جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وحينما يتأمل الإنسان ويتفكر في أسماء الله تعالى الحسنى ويكون لديه معرفة في أقسام أسماء الله تعالى الحسنى بالمجزوم المحقق بأنه سيدعو الله تعالى بأسماءه الحسنى دعاء صحيحا وسيواطئ القلب اللسان بهذا الدعاء وسيكون المؤمن على حال يعني جيدة في تعامله مع أسماء الله تعالى الحسنى وحينما نتأمل في أسماء الله تعالى الحسنى وننظر في أقسامها من حيث الذات ومن حيث المعنى والدلالة نخلص إلى أنها تنقسم إلى أقسام بهذا الاعتبار فهناك أسماء تدل على صفة ذاتية ومعنى الصفة الذاتية هي الصفة التي لم يزل الرب جل وعلا وتقدس ولا يزال متصفا بها فهي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى ولا تعلق لها بالمشيئة بمعنى متى شاء اتصف بها ومتى شاء لم يتصف بها وإنما هي صفة ذاتية تدل على أن الرب جل وعلا لم يزل ولا يزال متصفا بها مثل مثلا اسم الله تعالى الحي ويتضمن صفة الحياة فالحياة دائما فالله جل وعلا أول بالابتداء آخر بالانتهاء كذلك اسم مثلا السميع البصير تدل على السميع اسم السميع يدل على يتضمن صفة السمع والبصير يتضمن صفة البصر فالله جل وعلا سميع بصير على ما يليق بجلاله قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كذلك القوي فالله جل وعلا قوي وهذا الاسم يتضمن صفة القوة كذلك الله عز وجل من أسمائه العلي يتضمن صفة العلو علو الذات علو القدر علو القهر كذلك صفة العزيز مثلا هذا الاسم يتضمن صفة العزة لله عز وجل وهذا الاسماء فيه كثيرة جدا ولكني ذكرت أمثلة على ذلك تشير إلى أن من أسماء الله تعالى ما يدل على صفة ذاتية لا تنفك عن الرب جل وعلا فالله متصف بها لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى القسم الثاني أسماء تدل على صفات فعلية وهي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى فيتختلف عن القسم الأول بحيث أن القسم الأول لم يزل الرب جل وعلا ولا يزال متصفا بها وأما هذه الاسماء وهي القسم الثاني التي تدل على صفة فعلية فهذه تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى متعلقة بمشيئته جل وعلا ومن ذلك مثلا اسم الرزاق الرزاق اسم من أسماء الله تعالى يتضمن صفة الرزق فالله جل وعلا يرزق من يشاء متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى كذلك اسم التواب يتضمن صفة التوبة فالله جل وعلا يتوب على من يشاء ولذلك قال تعالى ويتوب الله على من يشاء كذلك اسم الغفور يدل على أو يتضمن صفة المغفرة فمتى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى قال جل وعلا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما كذلك اسم الخالق الخالق يتضمن صفة الخلق فالله جل وعلا يخلق متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى قال تعالى يخلق الله ما يشاء وهكذا دوالك إذا تتبعت كثير كثير من أسماء الله تعالى الحسنة تجد تجد هذا ظاهرا وأن هذه الأسماء دال على صفة فعلية وذكرت لكم قبل قليل بأن الصفة الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله جل وعلا القسم الثالث أسماء تدل على تقديس الله وتنزيهه سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب وعما لا يليق بجلاله وعظمته سبحانه مثل اسم السلام القدوس السبوح مثلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ولذلك ختمها بقول سبحان الله عما يشركون فهو المنزه سبحانه وتعالى عن كل ما ينافي الصفات الكمال والجلال والعظمة جل وعلا وتقدس القسم الرابع أسماء دال على أوصاف متعددة لا على معنى واحد فرد فهناك أسماء لله عز وجل متضمنة لأكثر من معنى ولأكثر من صفة لله جل وعلا مثلا من أسماء الله تعالى الحميد الحميد الذي له جميع المحامد وهي جميع صفات الكمال فكل الصفة من صفاته يحمد عليها كل الصفة من صفاته يحمد عليها جل وعلا ولذلك هذا الاسم اسم الله الحميد الذي إذا جاء العلماء يعرفون الحميد يقولون الذي له جميع المحامد جميع المحامد وهي صفات الكمال كذلك اسم مثلا الصمد الصمد هو واسع الصفات الصمد هو واسع الصفات ولذلك الصمد هو الذي كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته فلذلك تجد بعض الأسماء متضمنة لأوصاف عديدة لا تقف على معنى على معنى واحد ولذلك لما يتعلم المسلم هذه الأقسام المتعلقة بذات الله جل وعلا بالمجزوم كما ذكرت بأنه سيتعامل معها تعاملا شرعيا وسيفهم معنى ما يقول حينما يسأل الله عز وجل بأسمائه الحسن الحديث له بقية إن شاء الله نرجعه إلى اللقاء القادم صلى الله وسلم وبرك على عبده ونبيه محمد بارك الله فيكم فضل شيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقامة تواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات فضل شيخ يسأل عبر رسالة النصية للقصيرة يقول هل غسل الجنابة يجب أن يكون فيه الوضوء للصلاة وأيضا فضل شيخ يقول بقية العبادات الأخرى الحمد لله طبعا سؤال الأخ في شقي ثاني يعني غير واضح لكن أنا يعني زيادة في التوضيح وزيادة في المعرفة سأفصل في مسائل الغسل بالنسبة للغسل على نوعين غسل عادة وغسل عبادة غسل العادة ما هو؟ غسل التنظف والتبرد هذا لا يرفع الحدث يعني من اغتسل غسل عادة غسل تبرد غسل تنظف لا يجوز له أن يصلي بهذا الغسل لماذا؟ لأن هذا الغسل غسل عادة لا يرفع الحدث الثاني غسل عبادة الثاني غسل عبادة وغسل العبادة على قسمين واجب ومسنون واجب ومسنون أما الغسل الواجب فهو غسل الجنابة والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة فإذا طهرت الحائض وطهرت النفسة وجب عليهم أن يغتسل وكذلك الجنوب بالنسبة للجنسين يغتسل بعده إذا أراد العبادة التي من شرطها الطهارة هذا الغسل الواجب له صفتان صفة مجزئة وصفة مسنونة الصفة المجزئة ما هي؟ أن يعمم بدنه بالماء يعني يحث على رأسه مثلا ثلاث حثيات يبلغ الماء أصول الشعر يغسل وجهه كاملا ويغسل بدنه كاملا بالماء هذا ما يحتاج إلى وضوء هذا يسمى الغسل المجزئ فيرتفع الحدث بهذا الغسل لأن الجنوب والحائض والنفسة مطالبون بالاغتسال مطالبون بالاغتسال فإذا اغتسلوا على هذه الصفة صح غسلهم الثاني الغسل المسنون ما معنى الغسل المسنون؟ الذي فيه الوضوء فيتوضى أولا بالنسبة للجنوب أو الحائض والنفسة يتوضعون أولا مثل وضوء الصلاة ثم يحث على رأسه ثلاث حثيات من الماء يبلغ الماء أصول الشعر ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يعمم بدنه بالماء يعمم بدنه بالماء بهذا يكون قد اغتسل الغسل المسنون لكن بالنسبة للغسل المجزئ هل يرفع الحدث الجواب نعم؟ فليس من شرطه الوضوء قبله ولا بعده النوع الثاني الغسل المسنون مثل ماذا؟ مثل غسل الجمعة في قول جمهور أهل العلم غسل العيدين غسل الإحرام غسل الدخول إلى مكة مثلا هذه الأغسال المعروفة هذه الأغسال مسنونة لكن إذا أراد الشخص أن يصلي فالراجح من قول أهل العلم أن هذا الغسل لا يرفع الحدث لمن أراد الصنة بمعنى لا يرخص له العفو المقصود أن لا يرخص له أن يصلي بهذا الغسل لماذا؟ لأن هذا الغسل مسنون وهو متجه إلى عبادة واجبة فيجب عليها أن يتوضح حتى يرتب بين أعضاء الوضوء بمعنى أبو عبدالله تفضل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياك الله أبو عبدالله تفضل يعافيك العافية الله يعافيك ازاك الله خير السلام عليك الشيخ دكتور عزيز حياكم الله أهلا وسهلا بارك الله أخيك شيخ شيخ ابحث سؤالي بالنسبة للصلاة الصبع إذا واحد فاتت الصلاة فرضنا الظهر ودخل على المسجد بصلاة العفر هلأ في حالتين في حال أنه دخل على المسجد فأي الأولى يصلي أول عن الظهر أو يصلي العفر في حال إذا كان فيه جماعة وإذا لم يدخل بلجب الجماعة بأبنية الظهر أو العفر يدخل بها سمحت إن شاء الله زاك الله خير ابو عبدالله سؤال آخر لا شكرا ما شاء الله رضي فرص الشيخ هيا كله سؤال ابو عبدالله بالنسبة لقضاء الصلاة الفائتين فاتت يقول صلاة الظهر ودخل المسجد في صلاة العصر فيقول أيهما أولى وأفضل لن يدخل بنية الظهر أو بنية العصر الحمد لله بالنسبة لمن فاتته صلاة ولم يصليها حتى دخل وقت الثانية وذهب إلى المسجد ووجد الصلاة قائمة فإن الراجح من قول أهل العلم أن يدخل معهم بنية الفائتة يعني مثال الآن هو فاتته صلاة الظهر ولما دخل المسجد وجد الصلاة قائمة صلاة العصر فالراجح من قول أهل العلم أنه يدخل معهم العصر بنية الظهر حتى إذا سلم الإمام وسلم معه أو قضى ما عليه مثلا يقوم فيأتي بصلاة العصر لماذا؟ لأن الترتيب واجب بين الفوائت في اليوم الواحد الترتيب واجب بين الفوائت في اليوم الواحد وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب فاتته صلاة الظهر والعصر ولم يصليهما إلا بعد المغرب فبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم صلى العشاء سأكل الله خير فض الشيخ معنا أخي عوض تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياة كلا أخي عوض عندي سؤال سؤال الأول صورة الفلق قل عرودوا برب الفلق كلمة الفلق شو معناها هل هي القمر أو الصبح والسؤال الثاني التسليم في بعض الناس أني أنا شوف بعض الناس لما يسلم الإمام فأول ما يقول السلام عليكم ورحمة الله يتبعون الإمام مرة واحدة معه يعني على طول معه مع الإمام أو ما ينتظرون يسلم اللي الجهة الثانية اللي صار وكلمة آمين بعد الحمد لله رب العالمين كلمة آمين في بعض الناس ما ما يذكرونها مش عارف هل هي السنة أو إنها فرد إن شاء الله زهك الله خير أخي عوض تسمع إن شاء الله الرنفض الشيخ نجي فنصف للسرس والأخوض بالنسبة ليقول ما معنى الفلق الحمد لله بالنسبة لهذه الآية وهي يقول أعوذ برب الفلق أعوذ يعني ألتجأ وأعتصم برب الفلق الذي هو الله جل وعلا فالق كل شيء فالق الحب والنوى فالق الأصباح ولذلك الله عز وجل هو خالق كل هذه الأشياء رب الفلق فالق الأصباح فالق الحب والنوى وهكذا زهك الله خير فلط شيخ أيضا يقول البعض من المأمومين يساوي الإمام في التسليم أو أنه فالق الشيخ يقول لا لا ينتظر اليوم حتى يأتي بالسلام الثاني فمجرد سلامه عن اليمين يقول يسل مباشرة معه الحمد لله صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبره وإذا قرأ فأنصده وإذا ركع فاركعه وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجده إلى آخر وصح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه ولذلك الفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب الفاء تفيد الترتيب والتعقيب بمعنى أن المأموم يأتي بأعمال الصلاة بعد الإمام مباشرة بعد الإمام مباشرة ولذلك من كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام أو قبله لم تنعقد صلاته الآن شخص الإمام قال الله أكبر تكبيرة الإحرام فكبر معه أو قبله من عقدت صلاته من سلم قبل الإمام بطلت صلاته إن كان متعمدا وإن كان مخطئا أو ساهيا فإنه يعود ويكمل بعد سلام الإمام يعني أفترض الآن سلم قبل الإمام ناسيا أو ساهيا أو مخطئا مثلا سمع صوت مثلا نقول إذا سلم الإمام طبعا يرجع إلى صلاته ويسلم بعد الإمام ولا شيئا أما إذا تعمد السلام قبل الإمام بطلت صلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أما موافقة الإمام في التسليم فمن أهل العلم من ذهب إلى بطلان صلاة المأموم إذا وافق الإمام في التسليم بمعنى يسلم معه نحن نتكلم معه أما قبله الصلاة باطلة أما معه فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه ساوى الإمام في الخروج من الصلاة والمأموم تابع للإمام ومن أهل العلم من ذهب إلى كراهية ذلك كراهية شديدة ولذلك واجب على طلاب العلم واجب على إمة المساجد أن ينبه هؤلاء المصلين بترك مثل هذا الأمر الذي يعرض صلاة من الخطر حتى وأن كان فيه قول فقه مثلا في مذهب من المذاهب لكن هذا مصادم للدليل مصادم لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام الذين نقلوا لنا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام نقلا صحيحا واضحا بينا للبس فيه وأنهم كانوا يسلمون بعد سلام النبي عليه الصلاة والسلام ساكا الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقامة تواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات فالشيخ أيضا سؤال يقول حكم قول آمين بعد قراءة الإمام الفاتحة هو حكم من لم يقل آمين الحمد للأمين أولا معناها الله مستجب هذا معنى آمين ثانيا بالنسبة لحكمها الشرعي سنة مستحبة وليست بفريضة لازمة ثالثا من قالها فقد أتى بالسنة لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قول آمين وصح عنه أنه قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وصح عنه أنه قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقلوا آمين الثالث أن من تركها تعمدا فلا شيء عليه الصلاة الصحيحة لكنها ناقصة على قدر نقصان هذه السنة المستحبة إذا كالله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم ما معنا أخي حميد فضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخي حميد فضل جزاكم الله خير وإياك الله وزوكم إن شاء الله أحباب الشيخ عبداللطيف والشيخ عبدالعجيز الله يحفظك عجيز فرحان العنزي يا محلو سهله فيكم يا مرحبابكم إذا كم الله خير مرة ثانية على هالبرنامج على هالنفطاء الله يحفظك إذا كم الله خير الله يبارك فيك الشيخ عبدالطيف أنا أصلي في مسجد ماء نعم عندي بس ملاحظة الإمام يوم ياخذ إجازة أنا استغربتع منها يوم ياخذ الإجازة طبعا هون كل إمام بيته موجود مع المستيد يعني من زين ياخذ شهر إجازة حينه يبون طبعا الوزارة إذا هالله خير توفر إمام ثاني يعني آخر نحنا طوال الشهر هذا ما نشوف الإمام يصلي داخل المستيد يصلي في البيت بعدي والله أعلم قلنا ما عليه الظهر برة العصر برة الفجر ما حد العشان ما حد المغرب ما حد يعني ما حد في البيت طول الشهر ما ما يجيدي يصلي داخل هذا في المسجد يعني مسافر أو موجود 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 يشوفون الجماعة موجود وكل شي ينسأل هل نحنا نصلي وراه هذا الشخص ويقولك أنا مجاز هل مجازف عن الصلاة ولا مجازعة عن الدين ما عرفنا هل نحنا يجوز نحنا نصلي وراه ولا ما عرفنا يعني أنه بها بس الشيخ بس ازاك الله خير خحمي تسمع إن شاء الله النصيحة والتاريخ فض الشيخ نعم نجي فض الشيخ سؤال لخحمي ذا يقول نصلي يقول في مسجد فيقول الإمام عندما يأخذ إجازة مثلا شهر يقول لا نراه في المسجد لا نراه يصلي مثلا يقول الفجر أو غيرها من الصلوات فيقول فض الشيخ حكم أنه صلي خلفه الحمد لله أولا بالنسبة للإمام إذا أخذ إجازة فهو إما أن يسافر وإما أن يبقى فإذا سافر إلى أهله أو إلى بلد آخر فهو معذور سافر وأما إذا كان باقيا والجماعة لا يرونه فالواجب إحسان نظن به على أنه يصلي في مسجد آخر لأنه أخبرني بعض إمة المساجد يقول لما أخذ إجازة وأكون موجود ما أستطيعني أصلي في المسجد يقول حتى لا يعني أحرج في شيء أو مثلا يقدمونني أو أحرج الإمام البديل فأذهب أصلي في مسجد آخر وهذا من باب إحسان الظن به فإذا لم يره الناس ما رأوه أنه في البيت أو مثلا خرج من البيت وقت الصلاة فإحسان الظن واجب فبعض إمة المساجد يذهبون ويصلون في مسجد الحي الآخر تلافيا للإحراج أو شيء من هذا القبيل أما إذا كان كما قال الأخ السائل لا موجود نطلع من المسجد وموجود في بيته يعني يظهر من بيته مثلا وما صلى إنما يصلي في البيت فهذا حقيقة الإمام على خطر هذا الإمام ما على خطر كيف الآن يعني يسوّغ لنفسه أن يصليه في البيت هو قدوة لهؤلاء المصلين والبيت قريب من المسجد ولذلك الواجب عليكم أخي الفاضل مناصعة هذا الإمام فقد يكون عنده لبس عنده شكال عنده شبهة معينة يقال أن تصلي في يعني إذا كنت فعلا تصلي في البيت ما تظهر للناس تجاهر بتركك صلاة الجماعة أما إذا والله ما شفتوا أنتم لا أحسن الظن فيه مثل ما ذكرت لك أخوي الفاضل لأنه ثبت لنا بعض الأئمة يروح الحي الثاني مسي الثاني تلافية للحراج هذا إذا ما كان مسافر أما إذا موجود ويجاهر بترك الجماعة لا هذا حقيقة يعني يحتاج إلى نصيحة ويحتاج إلى موعظة ويحتاج إلى أن نرفع اللبس اللي عنده قد يكون عنده لبس وإذا استجاب فإذا استجاب الحمد لله ما استجاب يرفع عمره إلى الأوقاف إلى الجهة المختصة به ويقال هذا يعني قدوة وللأسف الشديد نراه يتساهل فيكون قدوة سيئة للناس بحيث أن بعمله يجعل الناس يتساهلون في صلاة الجماعة سأكد الله خير فرصيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقامة تواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركية صلاة معنا خحمد فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياة الله خحمد تفضل الله يسلام كافيكم في الحقيقة يا شيخ عندينا السؤالين نعم لكن بنفس الموضوع بارك الله فيك يعني أنا أقراض تلشخص آه هو مثل ما تقول مقاول بناء وعرفنا أنه يعني مثلنا ما طور محتاج المبلغ معي يكمل البناء يعني فأقرضنا المبلغ هذا مبلغ كبير يعني آه وخلص البناء لكن نحنا نعرف يعني ظروفه كيف ورجل يعني مثلنا ما تقول بعد ما ينهل البناء ما أجاع شي يعني من يعني من هذان يجوها معينا أنه يستلم المبلغ هذا عصبت خلص البناء لأنه كان ارتفع المواد البناء كذا من القبيل وأسباب ثانية ناه بناء هذه لكن حاليا الشخص ما عنده سيتد للمبلغ طبعا نحنا على نفسي محرج نكلم عشان يعجع المبلغ نحنا بيننا القاتلين يعني مبلغ لكن مرة حين سنة سنتين رجل نحنا ظروفه صعبة لكن سؤال هل بالنسبة للزكاة كيف المبلغ حال سنين هل صراحة كله ما طلعنا إن شاء الله هذا السؤال سؤال ثاني من نفس الطريقة نحنا شاركنا شخص عشان بالتجارة لكن أخذ المبلغ وبعد ذلك قال صراحة كيف شاركتو شخص كيف عطينا مبلغ عصاص الشريك في التجارة معجل لكن هو ظاهر كان عنده ديون ما وقح لنا الشيء سابق يعني فالفلوس اللي خذ هلين خلص أمور يعني رحين طو يعني وقف عرجول حاليا يعني يقول يعني إن شاء الله خلاش سهلين ثلاثة إنه برجعك فلوس لكن اقصاد يعني أنا صراحة ما نقدر ما دخل الفلوس اللي خذ هلين يعني استعمل في اموه ثاني اللي مهم ما مشكلة لكن نفس الطريقة نحن حين نحن نسأل عن الزكاة بالنسبة لشخص ثاني السنين هاللي عدن سنتين فقريبا بعد ما صددنا الزكاة ما طلعنا الزكاة المال اللي يعطينا يعني إن شاء الله وحاليا هو بيقول المبلغ برجع لنا كمان أقصاد يعني مش طبعا مرة دفعة واحدة قلنا ما مشكل عيش على انت خدت عشان كالتجارة ما صوت دجارة قال إن شاء الله برجع لكم لكن شاعريا حتى لان طبعا ما نسأل لكن يكون أطبار الشعر الجاي يعني إن شاء الله إن شاء الله هذي بخشوص الزكاة يعني فرحنا نخيص صراحة لي للزكاة وما دفعنا هذا اللي أكثر إن شاء الله واضح يا خحمد إزاك الله خير الله يبارك فيك يا خحمد يا خحمد يا خحمد يا خحمد يقول إن شخص اقترض منه مبلغ من المال ويقول فرح حتى يكمل البناء وأكمل البناء ويقول الآن ظروفه صعبة نعلم ذلك ليس عنده حتى يسدد فيقول فرح شيخ هل علينا أن نزكي هذا المبلغ ولمرة عليه بالنسبة لمن أقرض آخر مبلغا ماليا وعجز هذا المقترض عن السداد إما لعسره وإما لأمر آخر فإنه لا يجب على المقرض أن يزكي هذا المال لا يجب عليه يعني من حيث الأصل حتى يقبض هذا المال فإذا قبض هذا المال زكى عن سنة واحد يعني أفترض مثلا الأخ السائل الفاضل أقرض شخص لأجل أن يبني بيت أعطاه مئة ألف مئتين ألف لمدة سنة لما جاء آخر السنة ما عنده قدر على السداد ما يزكي السنة الثانية السنة الثالث الرابعة الخامسة وهو معسر والمقرض يعرف أنه معسر فإنه لا يزكي فلو قدر مثلا الشخص يعني جاه خير في السنة السادسة سدد المبلغ هذا المئة ألف أو وقبضها المقرض الآن يزكيها عن سنة واحدة وبعض العلم يقول لا يستقبل بها سنة جديدة لأنها كانت في حكم المعدوم ولو زكاها عن سنة واحدة على اعتبار أنها السنة الأخيرة يكون أفضل حروجا من الخلف ساكل الخير يقول المسألة الثانية أن يقول دخلنا مع شخص شريك في التجارة وهذا الشخص يقول كانت عليه ديون لم يوضح لنا الأمر فيقول سدد ما عليه من ديون بهذا المبلغ ثم يقول لم يعني لم نرى من أي فوائد من التجارة مر أكثر من حول الآن يقول بدأ يعني تنتعش تجارته شيئا فشيئا فقال لنا سأسدد لكم يعني أقصات شهرية أيضا يقول فلس شيخ على هذا المبلغ الزكاة الحمد لله أنا ما أدري هل هو أقرضه أم هي مسألة شريكة طيب الشراكة تختلف يعني من حيث الزكاة هل الأموال هذه التي دخلوا فيها في شراكة مضاربة يعني دخلوا في بيع وشراء في الأسهم بيع وشراء في البضائع ذهب سبائك أم أنه دخلوا شراكة في شيء استثماري يعني مثلا شراء أرض وتأجيرها شراء محل وتأجيرها شراء برج شراء مثلا كذا يختلف فإذا كانت الشراكة قائمة على استثمار عين معينة فهذا ما فيها زكاة أصلا الزكاة على الأرباح التي تنتج عن هذه الشراكة أما إذا كان الشراكة هي تقليب المال بشراء أسهم مثلا مضاربة فيها بالسوق المالي بشراء مواد مثلا سواء قطع غير سيارات أو مواد غذائية فهذه الزكاة واجبة فيها كل حول تقيم بالسعر السوق وليس الدفتري في نهاية كل حول فأنا عطيت الأخ السائل يعني الجوابين على افتراب أن تكون استثمارية أو تكون مثلا من عروض التجارة إذا كان يجب عليه أن يزكيه ويقول فالسيخ أنه يعني يسدد بها الديون كانت عليه خلص بالنسبة للشركة هذه مدام أن في أموال موجودة هو دفع أموال فهو يشترك الآن ينوي بأن الشركة هي التي تخرج الزكاة فيتولى هو أو الأخ السائل أما إذا كان لا هو أصلا ما عنده مال إنما مقترض يعني مثلا في بعض لكن ما عندي الآن مئة ألف سأدفع على شكل أقصاد مثلا هذا ما عليه زكاة حتى يكتمل حصة في الشركة أن فالسيخ عليه أن يزكي هذا المبلغ متى فالسيخ يقول مرة أكثر من حول لم يزكيه نعم يزكيه إذا كان القسم الثاني اللي ذكرت نعم على القسم الثاني اللي ذكرت أنا قبل قليل نعم ساكل أخير فالسيخ معنا أبو عبدالله تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته أبو عبدالله تفضل طوض عمر كمي واحد سؤال يدخل المسيد والإمام راكع راكع ومن دخل الباب فرسيات وسجل راكع يعني راكع ما يعني بصلين الإمام أو كمال مصطفى قبل يوصل صفته السيادة وركع قبل بخوفته الإمام يقوم وتدركها هتجالز ولا لا بعيد يعني عن المأمومين يعني في آخر المسجد أو يعني وصل قريب من المؤمن مثلا قريب المؤمنين شو قبل ما وصل يعني الصف اللي ما يكسبين له هذا تعال الصفين كذا بعد القصر يعني بتأخر عن المأمومين بالصفين مثلا اي فتحصي يالفرج فتحصي السيادة تحصي سيادة وركع أما كبر تكبر تكبر ربوليو الثانية وسيادة وركع طام لما لحق على الركع الركوع إن شاء الله وبعدا ركع يعني ضل في مكان هاكمل الصلاة وهو في مكان الوحد إيه ضل مكانه إن شاء الله إزاك الله خير ربا عبدالله تسمع إن شاء الله رد فضل شيخ نعم مكالم أخرى بسعود تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياة كلب بسعود تفضل عندي سأل عن الزكاة إذا شخص دخل جمعية مثلا وراح يستلم بعد سنة ومجرد ما أنه تلم هذا المبلغ وسدد الديون اللي عليه يعني كان يريد يستلم هذا المبلغ لسداد ديونه هل عليه الزكاة يعني هذا راح يستلم بعد سنة ولكن على طول من استلم سدد ديونه فعليه زكاة على هذا المبلغ يعني تقصد مر علي حول هي مر علي حول يعني سنة مجرد ما استلم على طول سدد ديونه عليه ديون واضح إن شاء الله زكاة الله خير بسعود الله يحفظك نجي فأس شيخ سؤال أبو عبد الله يقول رجل دخل دخل المسجد فيقول خشي أن الإمام يعني يرفع من الركوة تفوت والركعة فيقول بدأ بالصلاة وهو متأخر عن المومين بصفين مثلا أو ثلاثة فيقول فالشيخ وأيضا أكمل الصلاة وبقي في مكانه يعني لوحده يصلي في هذا المكان الحمد لله الجواب على هذا السؤال في النقاط التالي أولا بالنسبة للمصلي إذا جاء المسجد فعليه بالسكينة والوقار فما أدرك يصليه وما فاته يقضيه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا في لفظ فاقضوا واللفظة هذه محل كلام عند أهل العلم المسألة الثانية بالنسبة لمن ركع دون الصف ثم دب حتى دخل في الصف يعني ركع ثم دخل في الصف فمن أهل العلم من يذهب إلى سنية ذلك ويستدل لهذا بحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكعا فركع دون الصف حتى دخل في الصف فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعود قول الثاني قالوا بأن هذا مكروه كراهة شديدة وأنه ليس من السنة والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ولا تعد يعني لا تعود لمثل هذا ولا تعود لمثل هذا زادك الله حرصا ولا تعود يعني لا تعود لمثل هذا الفعل فدل هذا على أنه مخالف للسنة الحالة الثالثة وهي أنه يركع دون الصف ويبقى وراء الصف وهذا الذي فهمته من الأخ السائل يقول ركع فبقي وراء الصف بصفين لوحده وهذا يرجعنا إلى مسألة وهي صلاة الفذ خلف الصف هل هي صحيحة أم لا قولاني لأهل اللهم جماهير أهل العلم قالوا بأنها صحيحة لكنها ناقصة ومذهب من المذاهب الفقهية المعروفة وقال بهذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق إلى أنها باطلة وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا صلاة لفذ خلف الصف ولما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي خلف الصف لوحده فذهب إليه فلما سلم قال استقبل صلاتك أعد صلاتك فلذلك المسألة يعني فيها خطورة وأنا وإن كنت أفتي بأن الصلاة خلف الصف لمن لم يجد مجالا في الصف أنها صحيحة إلا أنني في مثل هذه الحالة أرى بطلانة لماذا؟ لأن هذا المصلي تعمد الصلاة خلف الصف مع وجود الإمكانية للدخول في الصف وللحوق بالإمام فكونه يتخلف ويصلي لوحده منفردا ويأتي مصلون مسبوقون بعده ويتقدمون عليه فهذا يدل على تفريط ولذلك أرى له إعادة هذه الصلاة ذاك الأخير فض الشيخ فض الشيخ لو سمحت نعود لسؤال لخ أحمد بالنسبة لمن دخل يقول شريك مع آخر كان فض الشيخ أنه فهمت أنه دخل شريك في البداية بعد ذلك سدد هذا الشخص به ديونه بعد ذلك فض الشيخ الآن أصبح الأمر كأنه دين قال لسأ أرجع لكم شهريا لهذا المبلغ على أقصات شهرية كأنه أصبح بدل شراكة أصبح دين أصبح دين على من؟ على فض الشيخ يقول هذا الشخص الذي أخذ المال فيقول هل أزكيه أو لا كان فض الشيخ دخل معه هو هذا الشخص لخ أحمد يقول دخلت معه شريك هذا الشخص بدل أن سدد ديونه بدل أن يدخله شريك معه في التجارة سدد به ديونه وبعد ذلك فض الشيخ يقول كأنه أصبح الأمر الذي فهمت فض الشيخ أنه يقول سأرجع لكم المبلغ نقصات شهرية كأنه أصبح دين أو حوله إلى دين والله هذه مسألة أولا لابد من بحثها بغير موضوع الزكاة يعني الآن هو الآن أفترض بأن مثلا اثنين أو ثلاثة أرادوا عمل شركة معينة اثنين دفعوا حصصهم وواحد قال بأني أنا ما عندي شيء أقرضوني هكذا لا فض الشيخ يعني هو دخل مع آخر تاجر ويقول أنا دخلت مع هذا التاجر شريك هذا التاجر أخذ المال وسدد به ديونه أخذ المال من من؟ من هذا الشخص الذي أراد أن يشاركه في التجارة طيب فيقول هذا التاجر سدد به ديونه نعم ويقول سنتين ثلاثة لم يعطنا شيء الآن سأرجع لكم المبلغ أقصاط شهرية كأنه تغير من شراكة إلى دين هذا أول شيء يعني طريقة هذه الشركة محرمة ولا تجوز وهذه فيها خدعة يعني فكون المجموعة دخلوا في شراكة واستلم الحصص وذهب يسد الدين ثم قلبها إلى دين هذا أمر محرم ولا يجوز مجتمل على غش وعلى كذب وعلى خديعة وأيضا على تغرير ومعلوم بأن الشراكة قائمة على الربح والخسارة والخسارة على الجميع والربح على الربح على رأس الربح على قسمة بين الشركة والخسارة على رأس المال فكون يغير النية بهذا الطريق هذا لا يجوز له ويحرم عليه قضية قضية أنه الآن استلم الشخص الأموال هل يزكي أم لا ليظهر بأنه لا يزكي إذا كانت الشركة استثمارية يعني إذا كانت الشركة استثمارية فأنه لا يزكي لأن المال المفترض أنه تحول إلى أعيان استثمرها أما إذا كانت مضاربة مثل ما ذكرنا فليظهر بأنه يزكيها لماذا؟ لأنه دخل إلى أنه المال الذي قبضه أصبح مضموناً له أصبح في حكم الوديع فالذي يظهر بأنه يزكي إذا كان على الحالة الثانية زكاة الله خير فرص شيخ أبو سعود يسأل عن زكاة بالنسبة للجمعيات التي تكون بين الموظفين فيقول أنا سأستلم بعد السنة ويقول مجردا أستلم المبلغ أسدد به ديون علي هل أزكي؟ الحمد لله إذا كان استلامك للمبلغ قبل حوالان الحول وتقوم بتسديد الديون فلا شيء عليك لا زكاة عليك المبلغ بعد حوالان الحول على المبالغ اللي دفعتها فإنك تزكيها وليس كل ما يدفعه الشخص تجف فيه الزكاة وإنما تجف في الأقصاط التي حال عليه الحول يعني مر عليها 12 شهر قمري زكاة الله خير فرص شيخ وأحسن الله إليكم معنا أبو عمر تفضل السلام عليكم رحمة الله بركاته حياة الله أبو عمر تفضل الله حياة إن شاء الله سؤالين شيخي لو تكرم السؤال الأول إطعام المسكين هل هو فرض يجب على كل شخص أن يقوم بإطعام المسكين خصوصا أنه في آيات كريمة توازي أو تحكي يعني تخبر عن العذاب لأنه لم يحط على أطعام المسكين إطعام المسكين هل يكون بالأكل يعني أطعامه أو ممكن مثلا التبرع بنقود أو كذا إلى آخر السؤال الأول السؤال الثاني شيخي بالنسبة للذهب تملكه الزوجة بالنسبة لزكاة الزهب يعني الزهب هو جزء تلبثه الزوجة بشكل يومي وجزء في المناسبات وجزء يحفظ في المنزل يعني ما تستخدمه فإيش بالنسبة للذكاة للذهاب إن شاء الله الله يزيكم شكرا كلا خير الله يحفظك بعمر تسمع إن شاء الله جاء فلس الشيخ نعم فلس الشيخ سؤال بعمر بالنسبة لإطعام المسكين فيقول فلس الشيخ هل فرض على كل شخص يعني يجب أن يطعم المسكين كيقول كان نفس الشيخ فهمنا وليحض على أطعام المسكين على وجوب أطعام المساكين الحمد لله بالنسبة لأطعام المساكين من الفضائل ومن الأعمال الجليلة والقرب العظيمة وليست هي حتم وفرض لازم على الشخص لكن قد تدخل أحيانا في حق المسلم على أخي المسلم خاصة إذا كان المسكين في عوز ولا تتوفر له الضروريات يعني كالطعام والشراب نعم هنا بهذا الاعتبار يلزم المسلم القادر على إطعام المسكين ولديه فضل زائد أن يطعم أخاه المسلم هذا هو من حيث الأصل بالنسبة لمسألة الإطعام تختلف باختلاف الحال فإذا كانت كفرات مثلا فيجب إطعام الطعام أما إذا كانت غير كفرات وإنما فقط من باب إطعام المساكين فلو يعني أعطاه كسوة ثياب مثلا أعطاه نقود مثلا وفر له أي شيء يمكن أن يكون سبب في أسباب سبب من أسباب يعني جعله في كفاية ولا يلزم أن يكون طعام أما الكفارات فيلزم أن يكون طعامنا ذاك الله خير فالشيخ معنا أخي أحمد فضل عليكم السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله بركاته حياك الله أخي أحمد فضل الله حيك شيخ شيخ أنا سوالي في آخر الدعاء هل يجوز أن نقول اللهم أمين يا رب العالمين ولا لفن هذا سوالي إن شاء الله ذاك الله خير أخي أحمد فضل الشيخ أنا أعود سؤال بعمر أقول هل في حلي المرأة زكاة الحمد لله الحلي حلي المرأة على نوعين حلي للتجارة أو للكنز وحلي للاستعمال واللبس أما الحلي المعد للكنز والتجارة ففيه الزكاة وهذا محل إجماع عنده للعلم وأما الحلي المستعمل الذي تلبسه المرأة فهذا محل خلاف جمهور الفقهة على أنه لا زكاة فيه فأي امرأة كان لديها ذهب تستعمله وتلبسه وتتحلى به فإنه لا زكاة فيه وهذا قول الجماهير أهد العلم هناك قول آخر قالوا بأن فيه الزكاة والراجح بأنه لا زكاة فيه ما دام أنه معدل الاستعمال واللبس سأكل الله خير فانسيخ الأخ أحمد يقول هل يجوز أن يقول في آخر الدعاء اللهم آمين الحمد لله لا حاجة إلى قول اللهم آمين لأن هذا يقود إلى التسلسل يقود إلى التكرار فأنت لما تقول آمين يعني اللهم استجب هذا معنى آمين فإذا قلت اللهم آمين كانت تقول اللهم اللهم استجب يعني تكررها فيكفي أن تقول آمين لكن لو قلت إن شاء الله ما عليك شيء ساكل الخير فانسيخ وأحسن الله إليكم ننتقل إلى الرسالة النصية الغصيرة يسأل فالشيخ يقول أنا دخلت مع الإمام في صلاة والظهر في الركعة الأخيرة يعني يقول صليت مع الإمام ركعة واحدة فقط متى أجلس للتشهد الأوسط والتشهد الأخير الحمد لله بالنسبة للمسبوق إذا أدرك الإمام في الركعة الأخيرة فإنه يجب عليها أن يتابع الإمام ولا يخالف إمامه والتشهد الأخير بالنسبة للإمام هو سنة في حق المسبوق لأجل متابعة الإمام وعدم مخالفته فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بالركعة الثانية بالنسبة لك وتجلس بعدها للتشهد الأول ثم تأتي بركعتين وتأتي بالتشهد الأخير زاكر الله خير فالشيخ أيضا يقول أنه سامع يعني لكم حديث فالشيخ يقول أنكم قلتم أنه لا يبنى بيت في الجنة إلا لمن واضب على السنن الرواتب يقول هل هذا صحيح؟ الحمد لله وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الأحاديث تشير إلى أن جزاء العبد إذا قام بهذا العمل أن الله يبني له بيت في الجنة وفي رفض قصرا في الجنة من جملتها المواضب على السنن الرواتب كما جاء في الحديث الصيح من صلى ثمت عشر تركع بني الله له بيت في الجنة لكن هذا لا يقتصر على السنن الرواتب فهناك أعمال كثيرة من قام بها بني الله له بيت في الجنة فكون الشخص ما واضب على السنن الرواتب هل يحرم من الجنة وقد أتى بعمل فيه الجزاء بيتا في الجنة هذا غير صحيح لذلك تصحح المعلومة هذه ساك الله خير فرص شيخ وأحسن الله إليكم يقول إذا دخلت المسجد والإمام كبر لصلاة العشاء وأنا دخلت بنية المغرب كيف أكمل الصلاة الحمد لله من فاتته صلاة المغرب وأدرك الإمام في صلاة العشاء فإن الراجح من قول أهل العلم أنه يدخل معه العشاء بنية المغرب فينوي أن هذه صلاة المغرب حتى إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة جلس هذا المأموم الذي فاتته صلاة المغرب ويأتي بالتحيات ويسلم وإذا أحب أن ينتظر الإمام ويسلم معه لا حرج لكن لو سلم وهو يعتقد بأنه سيدرك الإمام في الركعة الرابعة وتكون له الأولى بنية الصلاة العشاء يكون قد أدرك الجماعة ذاك الله خير فض الشيخ وأحسن الله إليكم فض الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر رقم 6688 أو هنا فض الشيخ يوضح السؤال الأخ يوضح سؤاله السابق يقول أعطاه المال لشراكة ثم يقول خسر التجارة فيقول طلب منه المال قال المقترض ليس عندي وأعطيك أقصاد شهرية يعني خسرت التجارة خسرت التجارة فيقول يعني طلب مسألة مسألة أخرى يعني هل الآن بالنسبة لمن دخل إذا دخل الشخص في شراكة وكل دفع رأس المال هل يشترط ضمار رأس المال أو إذا دخل في مضاربة هل يجوز له أن يشترط ضمار رأس المال هذه مسألة خلافية والجمهور على أنه لا يجوز له أن يشترط ضمار رأس المال لكن إن حصل وتبرع الشخص المقابل فإنه لا يخرج الزكاة حتى يقبض المال الذي بلغ النصاب ويستقبل به حولا جديدا بارك الله فيكم فرص الشيخ وأحسن الله إليكم إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم نشكر في نهاة هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان لعنزين توصلكم معنا لتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج كان معكم من تنفيذ الأسال باس الخليفة من الأخراج سطان القطامي تقبلوا تحيات محدثكم السحقة اللطيف السلام عليكم ورحمة الله